على سيدنا الرسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الزواب الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبدنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا محمد في الآخرين وصلي على سيدنا محمد في كل وقت نحيم وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله طيط وطاب ومشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم وينفعنا وإياكم بما نسمع إنه ولي وذلك والقادر عليه أبشركم وأبشر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يطلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغفيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بنستكمل القراءة في كتاب لباب النقول في أسباب النزول للإمام السيوطي وبنقرأ الآيات التي ورد فيها أسباب نزول في هذا الربع كنا وقفنا عند قول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا قال روى البخاري عن ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي السهم يرما به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وأخرجه ابن مرضوية وسمى منهم في روايته قيس بن الوليد بن المغيرة وأبا قيس بن المغيرة بن الفاكهة بن المغيرة والوليد بن عتبة بن ربيع وعمر بن أميث بن سفيان وعلي بن أميث بن خلف وذكر في شأنهم أنهم خرجوا إلى بدر فلما رأوا قلة المسلمين دخلهم شك وقالوا غر هؤلاء دينهم فاقتلوا ببدرن الموضوع باختصار إن إحنا كان عندنا مجموعة من كبار رؤوس الكفر في مكة زي الوليد بن المغيرة زي أميث بن خلف كبار رؤوس الكفر دولت كان عندهم أولاد أسلموا ولأنهم ناس عندهم نفوذ وجاه فما يقدرش ابنهم كده يخرج في الطريق كده ويمشي ويهرب ويسيبوا لا يجيبوا مهما كان فين عندوا علاقات بالمنافقين في المدينة باليهود في المدينة فبالتالي هذا الولد كان يعلم إنه إيه مش يقدر يهرب من أبوه في حكة فكانوا خلاص استمروا على إسلامهم واستمروا في نفس الوقت على وجودهم فين؟ على وجودهم في مكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين فدولة ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم إنهم مستضعفين لكن في نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى قال إنهم ظالمي أنفسهم إنهم يشتركوا مع المسركين في حرب المسلمين تمام كده؟ هم خرجوا ويحربوش خرجوا تبقى للإسلامهم مش نويين يقتلوا المسلمين لكن يلا في حرب تعالوا فخرجوا يكثرون سوادهم لمجرد إيه؟ مجرد وجودهم بس في المكان زي كده واحد بيعمل حاجة غصبا عنه وبتزق على الحاجة زا لا قدر يقول آه ولا قدر يقول لا فهنا ذكر منهم قيس ابن الوليد ابن المغير رئيس ابن المغيرة ده واحد من كبار رؤوس الكفر وأبى قيس ابن المغيرة ابن فاكهة ابن المغيرة والوليد ابن عتبة ابن ربيع أيضا كان من كبار رؤوس الكفر وعمل ابن أمياتة بن سفيان وعلي ابن أمياتة بن خالف أميات بن خالف أيضا كان من كبار رؤوس الكفر ابن علي تلمصل وهكذا يبقى أيه؟ وذكر في شأنهم أنهم خرجوا إلى بدر فلما رأوا قلة المسلمين دخلهم الشكل بعضهم خرجوا بغير نية القتال لكن بقاءهم بين ظهراني المشركين وبقاءهم مع المشركين أثر في دينهم وفي قوة عقيدتهم فلما رأوا قلة المسلمين دخلهم الشك وقالوا غر هؤلاء دينهم يعني الدين الأفكار ما بتحربش الحرب عايز سلاح عايز خيل عايز عدد عايز عدد عايز عتاد فغر هؤلاء دينهم يعني هل دينهم هل ينصرهم فإن دخلهم الشك في قدرة الله سبحانه وتعالى على نصر عباده المسلمين أو المؤمنين فأنزل الله هذه الآيات إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستبعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها كان ممكن في طرق أخرى بدل ما تروحوا المدينة تروحوا الحبش وفي هذا الوقت في هذا الوقت اللي هو أثناء غزو البدر كان فيه لسة مسلمين موجودين في الحبش من الأيام الهجرة الهجرة الأولى ففيه أماكن أخرى كان يمكنهم أن يذهبوا إليها ولا يصلوا إليهم آباؤهم أو عائلاتهم وقبائلهم لكنهم ما كانوش عايزين إيه يخساروا كتير ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير مأواهم جهنم مش كلهم ولكن مأواهم جهنم لمن ارتد منهم عن الإسلام لمن ارتد منهم عن الإسلام إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلا اللي منوش حيلة لم عزد ولم عمال ولا عنده حد دفع عنه زي مثلا واحد عبد ما يقدرش يهرب من سيده واحدة زوجة زوجها حبثها في البيت فذل إيه إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستفعون حيلة ولا يهتدون سبيلا وأخرجه ابن أبي حاتم وزاد منه الحارث بن زمعة بن الأسود والعاص بن منبه بن الحجج وأخرج الطبرانين عن ابن عباس بن قاش كان قوم بمكة قد أسلموا فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهوا أن يهاجروا وخافوا هنروح فين في المدينة ما نعرفش حد فيها تجارتنا أرضنا نسيب أهلنا المين كده فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم الآن يبقى ربنا سبحانه وتعالى هنا إيه لما أمر المسلمين بالهجرة كانت الهجرة واجبة ولم يستثن من هذا بحيث إنه لمهاجرشي ما بين إثن وما بين كفر ولم يستثن من ذلك إلا من إلا الضعيف الذي لا يجد حيلة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خلاص بقى المسلمين بقى لهم دولة والنبي فتح مكة وصار النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص سيد الجزيرة العربية بدأ الناس يهاجروا لأنه خلاص يعني اللي كانوا خاتون منه مش هيحصل يعني محدش هيقدر يقول لهم انتوا ليها جرته محدش هيضيق عليهم وواضح كده لذلك النبي لما رأى هذه الحالة قال لا هجرة بعد الفتح خلاص بقى يعني هتفضلوا قاعدين في مكة ولا في بلدكم خليكم موجودين خلاص فتحنا لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد جهاد ونين نفهم من كده يا أخوانا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة كاتل المدينة ما فيهاش كل المسلمين اللي آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان هناك بقايا من المسلمين في القبائل العربية المختلفة إما منعهم العذر عن الهجرة وإما كسلوا ولم يطيعوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج ابن المنذر ابن جريش وابن جرير عن ابن عباس قال كان قوم من أهل مكة قد أسلموا وكانوا يخفون الإسلام فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب بعضهم فقال المسلمون هؤلاء كانوا مسلمون فأكرهوا فاستغفروا لهم فنزلت إن الذين توفاهم الملائكة الآية أو يعني أنت كمسلم ما فيش حاجة تستدعي إنك تفضل قاعد في أرض بتهان فيها أو مش قادر تقوم فيها شعائر دينك يعني لا عذرة للمسلم إنه يقول لك والله دي بلدي أعمل فيها إيه لا دينك أولى يعني أنت الآن هتقعد في وسط الكفار تمام جدا السؤال الآن شعائر دينك هتقمها ولا مش هتقدر تقمها بحرية سأقيمها بحرية خلاص لن يؤثروا على عقدتك خلاص طيب والله شعائر ديني مش هتقدر أقمها لا تمشي تمشي تمام كده فنفس الكلام هن ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين توفاهم ملائكة الظليم قالوا فيما كنتم قد كنا مصدعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها وهذا الكلام ينطبق على المسلمين اللي بيقيموا الآن في أوروبا وفي أمريكا وغيرها من الدول غير الإسلامي يباح للمسلم يعني هو الأصل إن المسلمين يكونوا متراحمين مع بعض في مكان واحد يعين بعضهم بعضا لكن قد يضطر المسلم للهجرة قد يضطر المسلم للسفر أو قد يكون مولودا من أبوين من غير المسلمين فماذا يفعل إذا كان يستطيع إقامة دينه بحرية ودون مضايقات ممكن يبقى لا يستطيع ذلك يقول له اترك فدينك أولى روح أرض فيها مسلمين وفي هذا وردة الأحاديث اللي بتحذر من البقاء بين يدي المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه يقول لا تقيموا في أرض الكفار أو لا يتراء نارهما يعني يبقوا كده جيران والدنيا عادي وهم عملين يؤذوك في دينك وكذا فالنهي هنا بينصب على ماذا على المسلم الذي لا يستطيع إقامة شعائر دينه بحرية فتاتبوا إلى من بقي بمكة منهم وأنه لا عذر لهم فخرجوا فلحق بهم المشركون ففتنوهم فرجعوا فنزلت ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقول إننا كنا معكم أوليس الله بأعلم بي في صدور العالمين فبعض المسلمين لما قيل لهم لا عذر لكم طرح أنتم صدعفين مش أدرين تقيموا شعائر دينكم وتستطيعون الهجرة لا عذر لكم بعضهم خرج من من يستطيعون اللحاق برسول الله لحقاهم المشركون رايحين فين تعالوا هنعذبكم هنعمل فيكم منساوي فرجعوا عن دينهم فأنزل الله فيهم هذه الآية اللي موجودة في سورة العنكبود فكتب إليهم المسلمون بذلك بالآية اللي نزلت اللي هي سورة العنكبود فتحزنوا فنزلت ثم إن ربك اللذين هاجروا من بعدنا فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يعني ده بالتوبة مفتوح ده بالتوبة إيه مفتوح يعني إن هاجرتم بعد أن ارتدتم وتبتم ورجعتم إلى الإسلام ثم ثابت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقكم فخلاص إن ربك من بعدها لغفور رحيم فكتبوا إليهم بذلك فخرجوا فلحقوهم أو لم عرفوا باب التوبة مفتوح إنه لسه ما زال في مجال للتوبة ورجوع إلى الله خلاص بقى تشجعوا وخرجوا فنجى من نجى وقتل من قتل برضو المشركين ما سبوهمش لما نزلت هذه الآية وقرروا إنهم خلاص يتوبوا ويرجعوا لحقهم المشركون مرة أخرى فقتل بعضهم ونجى بعضهم ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم طيب قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسع ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله يعني المهاجر ده في ذمة الله إن الله وكان الله وفور رحيم أخرج ابن أبي حاتم وأبو يعلى بسند جيد ابن عباس قال خرج ضمرة ابن جندب ابن جندب من بيته مهاجرا فقال لأهله احملوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأنه كان رجل كبير في السن أو مريض وأراد أنه هو ينفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة وتحامل على نفسه فمات في الطريق فكأن الصحابة سألوا تبدأي بأدم هاجرش يعني ما وصلش المدينة فما حكمه فأنزل الله إنه فقد وقع أجره على الله فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الوحي ومن يخرج من بيته مهاجرا الآية واخرج ابن أبي حاتم عن سعيد جبيب عن أبي ضمورة الزرقي وكان بمكة فلما نزلت إلا المصدعفين من الرجال والنساء والولدان لا يتطيعون حيلة فقال إني لغني وإني لذوحيلة فتجهز يريد النبي صلى الله عليه وسلم نفهم من كده إنه كان في مراسلات يعني كان في مسلمين في المدينة وكان في مسلمين في مكة مصدعفين أو مش أدرين يهاجروا فكان إيه في منهم مراسلات ريحجية إيه هي الآيات التي نزلت على رسول الله إيه النبي الإيه النبي عمل إيه عشان كمان ما يدروا شيء هاجروا مش يخسروا دينهم فكانوا بيحبوا إيه تابعوا الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإيه بقى فقال إني لغني فأصلت الآية هذا الرجل الذي كان في مكة فقاله والله الآية لا تنطبق علي أنا غني ليس فقير وذوحيلة يعني أستطيع إني أجد وسيلة للخروج فتجهز يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأدركه الموت بالتنعيم مات في منطقة اسمها التنعيم فنزلت هذه الآية ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله وأخرج ابن جريش نحو ذلك من طرق عن سعيد جبير وعكرمة وقتالة السدية والضحاك وغيرهم وغيرهم وسمى في بعضها دمرة بن العيد أو العيص ابن ضمرة يعني بعض من انطبقت عليه هذه الآية اسم إيه دمرة بن العيد أو دمرة ابن العيص ابن ضمرة وفي بعضها جندب ابن ضمرة الجندعي وفي بعضها الدمري وفي بعضها رجل من بني ضمرة وفي بعضها رجل من بني خزاع وفي بعضها رجل من بني ليث وفي بعضها من بني كنانا وفي بعضها من بني بكر ما يهمناش الاسم ما يهمناش لأن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص إيه السبب فإذا نزلت آية في شخص معين من المسلمين فإن هذه الآية تتناوله وتتناول كل من يفعل فعله إلى يوم القيام فلذلك قوات الأحاديث ما كانوش مهتم من كتير باسم الشخص الذي نزلت في الآلم كل تركيزهم كان في ماذا في الأحكام في الآية وما تضمنته من أحكام وحكم واخرجت مساعد في الطبقات عن يزيز بن عبد الله بن قسط أن جندع ابن ضمراتة النوري كان بمكة فمارض فقال لبنيه أخرجوني من مكة فقد قتلاني قتلتني قتلني غمها قتلني غم مكة أعمالي شوف الأصنام راح جاية حول الكعب أصنام فالرجل حسس بغربة فقالوا إلى أين فأمأ بيده نحو المدينة يريد الهجرة فخرجوا به فلما بلغوا أضاة بني غفار أضاة بني غفار ده مكان برضه بين مكة والمدينة مات فأنزل الله فيه ويخرج من بيه ويخرج من بيته مهاجرا ثم ندركه الموت واخرج الأموي في مغازيه عن عبد الله بن عمير قال لما بلغ أكثره صيفي مخرج النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأتيه فأباق أمه أن يدعوه قال فليأتي من يبلغه عني ويبلغني عنه فانتذب له رجلان فأتيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال نحن رسل أكثم ابن صيفي نحن رسلي أكثم ابن صيفي أكثم ابن صيفي كان واحد من كبار من كبار قومه وهو يسألك من أنت وما أنت وما جئت قال أنا محمد بن عبد الله وأنا عبد الله ورسوله ثم تل عليهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فأتيه أكثم فقال له ذلك قال أي قومي إنه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها فكونوا في هذا الأمر رؤساء ولا تكونوا فيه أذنابا الراجل بخبرته وحنكته وريسته على قومه شايف الأمور من بعيد إنه واحد أتى بهذه الدعوة والناس ملتفين حواليه بهذا الشكل وبيحبوه بيضحوا من أجنبه بهذا الشكل إذن سيقول هذا الأمر بعد ذلك إلى إنه هذا الشخص إنه محمد صلى الله عليه وسلم سيسود فبيحثهم وبيقولهم كونوا فيه رؤساء يعني بادروا بالإسلام ولا تكونوا فيه أذناب يعني ما تتأخروش فتكونوا متأخرين عن الناس الذين دخلوا قبلكم فراكب بعيره متوجه المدمنة فمات في الطريق فنزلت فيه ومن يخرج من بيته مهاجرا وأخرج أبو حاثم السجستاني في كتاب المعمرين من طريقين عن ابن عباسة أنه سئل عن هذه الآية فقال نزل في أكثر بن صيفي قيل فأين الليثي؟ قال هذا قبل الليثي لزمان وهي خاصة عامة وهي خاصة إي عامة؟ خاصة يعني نزلت في شأن خاص لكنها من حيث الحكم عامة طيب قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا قيل الآية قال أخرج ابن جريل عن علي قار سأل قوم من لني النجار رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله الربع يعني أهمه ما شاء الله يعني خلصوا إن شاء الله وقد نقف عن ددوت لأنه حتى في التفسير هنطول شوي طيب دي الآيات بتاعة صلاة الخوف آيات صلاة إيه؟ الخوف هذه الآيات تشرح كيفية الصلاة في وقت الحرب حضرتكم تعرفوا كويس قوي إن الصلاة لا تسقط أبداً لا تسقط بحال يعني حضرتك بتعرف توقف وقف ما بتعرفش توقف تصلي قاعد تعرفش توقف تصلي نايم تعرفش تنايم تصلي برموشك في السفر بتصلي برضو ما فيش حاجة ما تترك الصلاة بنخفف لك عليها أو بنخففها يخففها الله سبحانه وتعالى في الحرب في صلاة برضو لا تسقط فهذه الآيات نزلت لتدل المسلمين على كيفية الصلاة في وقت الحرب نصلي إزاي بحال الحارب وعملين مثل تفت وعملين نجري وعملين نقف فإزاي نصلي فنزلت هذه الآيات لإيه؟ لبيان كيفية الصلاة في وقت الحرب وهنشرحها لحضراتكم دلوقتي إن شاء الله نقرأ بس الأول سبب النزل أخرج ابن جريد عن عليهم قال سأل قوم من بني الجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إننا نضرب في الأرض فكيف نصلي نضرب في الأرض يعني مسافر كثيرا الضرب في الأرض يعني إيه؟ السفر فأنزل الله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحا أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدو مبينا يعني دي الأية دي إيه كده؟ في أي قصر في الصلاة يعني دي صلاة كده المسافر الأية اللي بعدها بتتكلم عن إيه؟ كيفية الصلاة في الحرب دي حاجة ثانية بقى ثم انقطع الوحي فلما كان بعد ذلك بحول غزى النبي صلى الله عليه وسلم غزى النبي صلى الله عليه وسلم فصل الظهر فقال المشركون لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم يعني وجد المشركين أنه أحسن وقت يهجموا فيه على المسلمين وهم بيصلوا الظهر لأن المشركين من خبرتهم بالمسلمين أنهم وقت الصلاة لو ظمروا جنبهم مش هيلتافتوا مهما عملوا مش هيلتافتوا ما هم عارفين النبي من أيام مكة كانوا يلقون عليه صلى الله عليه وسلم القاذورات وهو صلى الله عليه وسلم يكمل صلاةه لا يرتفت فعارفين أنه إيه وقت الصلاة ده الواحد بقى مكاتف فقال لك ده أحسن وقت نهجم عليهم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر مع أصحابه فقال المشركون لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هل لا شددتم عليهم هو ده وقت الهجوم فقال قائل منهم إن لهم أخرى مثلها في أثارها إن لهم أخرى مثلها في أثارها يعني مش لازم نهجم دلوقتي ما تتعجلوش لسه في صلاة في صلاة ثانية جاية فأنزل الله بين الصلاتين إن خفتم أن يفسنكم الذين كفروا إلى قوله عذابا مهينة فنزلت صلاة الخوف يعني الحد دلوقتي كان المسلمين بيصلوا متجهين ناحية القبلة وظهورهم لمين لعدوهم هنعرف دلوقتي في صلاة الخوف إن صلاة الخوف هتختلف أحكامها بحسب هل إحنا مستقبلي للقبلة ولا غير مستقبلي للقبلة وهتعرفوا إن يجوز ترك استقبال القبلة في بعض الأحيان وإخرج أحمد والحاتم والصحى والبهاقية في الدلالة العياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن وليد يعني هم يصلوا كده والمشركين أمامهم كده هم فصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم وظهر فقالوا قد كانوا على حال لو أصدنا غرتهم ثم قالوا يأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم اللي هي صلاة العصر شوف سبحان الله المشركين كانوا برضو فقهاء يعني إيه عارفين المسلمين بيقولوا إيه ومتابعين وإيه الحلو وإيه الوحش وبيصالوا إزاي وإيه الحرام وإيه الحلال فشوف المشركين متابعين إزاي فقال لك إيه لا يعني صلاة الظهر مش لازم نهجم عليهم دلوقتي الصلاة اللي بعديها هم بيحبوها أكتر فالهجوم فيها هيبقى أحسن فأنزل الله عز وجل الآيات بين الظهر والعصر هم بقى إيه مستنين قال لك أيوة هتيجي صلاة العصر يعرف من اتجاه القبلة إزاي فإحنا نجاهز نفسنا يقى مجموعة من قدامهم مجموعة تيجي من وراهم وهم بيصالوا مش هيرتفتوا يبقى كده خلاص خلصنا منهم قبل العصر الآيات نزلت ففوجأ المشركين بإيه بالصلاة الجديدة اللي هم ما كانوش إيه ما كانوش متوقعين هدي فقال الله وإذا كنت فيهم فأقامت لهم الصلاة الآية قوله تعالى ولا جناح عليكم أخرج البخاري عن ابن عباس قوله نزلت ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر إن كنتم مرضى في عبد الرحمن بن عوف كان جريحا طيب النهي عن الدفاع عن الظالمين مجموعة الآيات دي من أول إن أنزلنا إليك الكتاب من أول آية 105 لحد ما تخش في الربع اللي بعدي لحد الآية رقم 116 يعني 11 آية نزلت في واقعة معينة نزلت إيه في واقعة معينة إيه هي الواقعة دي سنقرأها الآن هنقرأها الآن مع بعض إن شاء الله تعالى ولا نبدأ منها المرة اللي جاية عشان صلاة الخوف هتطول معنا شوية نبدأ المرة اللي جاية من الأول إن أنزلنا إليك الكتاب للحق تفسيرا وأسباب نزول إن مش في الفهم الآية إلا بسبب النزول يعني مش فاضحة شوية طيب صلاة الخوف يعني إيه الناس اللي برسوا معنا قبل كده الفقه المنهجي يراجعوا معنا بقى يراجعوا إيه يراجعوا معنا صلاة الخوف هي الصلاة التي يؤديها المسلمين في حال إيه في حال القتال يعني في وقت الحرب في وقت المعركة شرعت هذه الصلاة لأجل هذه الحالة المحددة بمعنى إن لا تصلى هذه الصلاة بهذه الكيفية في غير هذا الوقت في غير وقت الإيه في غير وقت القتال وهذه الصلاة فيها رخص وتسهيلات لا توجد في غيرها فيها رخص وتسهيلات لا توجد إيه لا توجد في غيرها صورة الخوف لها حالتين الحالة الاولى حال موجود الحرب حالة تانية حال ما قبل الحرب احنا عندنا حالتين حضرتك وقف في الصف منتظر العدو يهجم في اي لحظة فانت مستعد الحالة التانية حالة انتخلات في المعركة تنعم كذا الحالة الاولى هي حالة المرابطة والحراسة وعدم التحام صفوف القتال في هذه الحالة تأخذ الصلاة شكلا معين يختلف بعض الشيء عن الصلاة في صورتها العامة بسبب حرص المسلمين على ادائها جماعة خلف امامهم الاعظم او قائدهم الاعلى او من ينوم نابه في ادارة القتال الحالة دي هي حالة ما قبل ما قبل المعركة كيف نصلي في حالتين الحالة الاولى عندما يكون العدو في جهة القبلة يبقى عندما يكون العدو في جهة القبلة الحالة الثانية عندما يكون العدو منتشرا يعني بعضهم في جهة القبلة او بعضهم من جهة الامين او بعضهم من جهة الشمال او العدو ليس في جهة القبلة تنعم كذا يبقى في حالة ما قبل الحرب عندنا كيفيتين او عندنا حالتين هل العدو في جهة القبلة ولا العدو في غير جهة القبلة إذا كان العدو في جهة القبلة فإذا أراد الجنود أن يصلوا جماعة ولم يرغبوا أن يجزئوا صلاتهم إلى عدة جماعات تحقيقا لفضيلة الجماعة الواحدة الكبرى يبقى احنا عندنا دلوقتي حالتين عندنا دلوقتي إيه حالتين يجوز للمسلمين أن ينقسموا إلى جماعات يعني كل خمسة يصل كل عشرة يصلوا أو هنقسم المجموعات على مجموعتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أرأس كده؟ طيب ما حبوش كده طيب الحالة دي اللي هما إيه كل خمسة يصلوا دي خلاص لا فيش فيها مشكلة لأنه إيه بنقوم بيواجب إيه الحراسة والدنيا ماشية طيب حبينا بقى لأ إحنا عايزين فضيلة الجماعة الكبرى وطبعا معلوم أنه في صلاة الجماعة كلما زاد العدد كلما كثر وزاد الثواب لأن حضرتك وانت في الصلاة بتدعو لك وللإيه المصلين اللي معاكم بتقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام علينا إحنا اللي نصلي كلنا وعلى عباد الله الصالحين فالبركات بتزيد كلما زاد الإيه كلما زاد العدد فالمسلمين إذا حبوا إنهم يأخذوا فضيلة الجماعة الكبرى ماذا يفعلون؟ قال لك الإمام هيرتبهم صفين أو أربعة الإمام هيعمل إيه؟ هيرتبهم صفين أو أربعة ويصلي بهم فإذا سجد فليسجد معه الصف الذي يليه فقط إن كان المصلون صفين أو الصفان الذين يليانه إن كانوا أربعة صفوف وهكذا يعني المأمومين هينقسموا إلى مجموعتين صفين يبقى صف واحد اللي هيتبع الإمام أربعة صفوف يبقى صفين هيتبع الإمام ست صفوف يبقى ثلاثة هيتبع الإمام وهكذا تمام كده؟ إذن المأمومين هينقسموا إلى ماذا؟ إلى مجموعتين إحنا إم تنخف من العدو؟ لما نسجد لما إيه؟ لما نسجد فلذلك إيه اللي بيحصل؟ فإذا سجد فإذا سجد فليسجد معه الصف الذي يليه فقط إن كان المصلون صفين أو الصفين اللذان يليانه إن كانوا أربعة صفوف وهكذا وليقف الباقون يحرسون إخوانهم من حركة غادرة أو نحوها هم وقفين في الصلاة وفي نفس الوقت بيقوموا بالحراسة اللي هم بيتبعوش الإمام وهم كبروا مع الإمام الله أكبر هم كده؟ إخوانهم سجدوا مع الإمام هم ليست وقفين وجدوا إلعادوا بيهجي مدافعوه تمام؟ وليقف الباقون يحرسون إخوانهم من حركة غادرة وإذا قام ومن سجد معه الإمام سجد الباقون ولحقوا إمامهم في قيام الركعة الثانية يعني الإمام ومع نصف المأمونين بيصلوا مع بعض الجماعة الثانيين الإمام بعد ما خلص الركعة وخلص قوام بعد السجدة الثانية ينزلوا هم يخلصوا صلاتهم ويلحقوا بالإمام بحيث كله يبقى ويأفتاني مع بعض والإمام يستحب له أنه يطيل الوقوف حتى يلحق به مين؟ الناس يتأخروا عنه تمام كده؟ فإذا قام ومن سجد معه سجد الباقون ولحقوا إمامهم في قيام الركعة الثانية فإذا سجد الإمام للركعة الثانية تبعه من تخلف في الأولى هنبدل بقى يبقى في الركعة الأولى هيتابعوا صفين وفي الركعة الثانية هيتابعوا صفين تانيين يعني إذا افترادنا إن النص الأداماني هو اللي تابعوا في الركعة الأولى في الركعة الثانية اللي هيصلي وراء مين؟ النص اللي وراء والناس اللي قدام لسه وقفين زي ما هم ما بتحركوش مع الإمام تمام كده؟ طيب وتخلف المتبعون له إذاك ثم يتلاحق الجميع في جلوس التشاهد يجلسون ويسلمون جميعا الإمام هيعمله في الركعة الثانية هيصلي ويسجد سجدتين ثم يجلس التشاهد هيفضل الإمام والمجموعة اللي وراء مستنيين مستنيين مين؟ اللي لسه ما يكملوش الركعة هيبوا الركعة بتاعته ثم يلحقون بالإمام ومن معه في فين؟ في التشاهد ثم يسلمون جميعا يبدأوا الصلاة مع بعض وأنهوا الصلاة مع بعض واضح كده جماعة وهذه الكيفية هي التي صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته وهي غزوة عسفان فكانت سنة في كل حالة تشبهها يبقى الحالة دي هي حالة إيه يا أخوانا؟ حالة الحرب كل ده لسه بدول الحرب ما قبل الحرب نقولنا هو صلاة الخوف نشي؟ في حال إيه الحراسة؟ في حال الحرب الحراسة أو الانتظار الحرب قويس كده؟ قلنا الحالة الأولى إيه؟ العدو في جهة القبلة قويس كده؟ حالة الثانية العدو ليس في جهة القبلة عدو منتشر يعني كده؟ وإن في الحالة ديه ممكن ما نلجأش للموضوع ده كله في حالة ما إذا إيه؟ صلى المسلمون جماعات خلاص كده؟ لا إحنا بقى رأسنا وألف سيف إن إحنا إيه لدينا نصلي مع بعض نموت فنحصل الحسنات على قد ما نقدر نصلي جماعة كلنا فكيف يصلون؟ يصلون بالكيفية التي قلناها لحضراتكم وينقسم المأمومين إلى قسمين قسم يتابع الإمام في الراكعة الأولى وقسم يتابع الإمام في الراكعة الثانية طيب الله في حالة ما إذا كان العدو منتشرا كيف يصلي المسلمون؟ ينقسم المسلمون إلى فرقتين تقف واحدة في وجه العدو ترقبه وتحرص المسلمين وتذهب الأخرى لتصل الصلاة جماعة مع الإمام خد بالك إحنا لست بنتكلم على إيه؟ على فكرة إن المسلمين يريدون أن يصلوا جميعا هم كده هتعرف إزاي دلوقتي هل الحقوا بيهم؟ طيب يبقى إيه؟ المسلمين هنقسموا إلى إيه؟ إلى قسمين فرقة تقف في وجه العدو يعني العدو الإبلا كده والعدو يقف لنا كده وكده أرأس كده؟ لأن مجموعها تقف كده وكده والإمام هيصلي ناحية الإبلا كده ومعه جزء أو نصف الجيش تمام كده؟ طيب إحنا قلنا مجموعتين مجموعة هتحرص مش هتصلي والمجموعة التانية بتصلي مع الإمام فأيس كده؟ طيب ثم يصلي الإمام بهذه الفرقة الثانية ركعة المجموعة اللي معاه اللي معاه يصليهم ركعة واحدة كويس كده؟ فإذا قام للثانية يعني هما صلوا خلاص وهما متجهين القبلة وباية اللي بيعمل ايه؟ بيحرصهم فإذا قام بالثانية نوى المصلون المفارقة أتمهم ركعة وحدهم ويسلموا والإمام للسواقف والإمام ايه؟ للسواقف ثم بعد انتهاء الصلاة يذهبوا إلى حيث توجد الفرقة التي تحرص فيحرصوا مكان هذه الفرقة ثم تلحق الفرقة الثانية بالإمام لتصلي معه الإمام كل ده واقف منتظر ركعة الثانية؟ واقف مع بداية الركعة الثانية ما خربش من الصلاة هو فتصلي معه ماذا؟ الركعة الإمام هيجلس للتشهد انه خل الصلاة هيبضل قاعد مستنيهم عشان يسلموا معاه الصلاة ركعتين الصلاة ركعتين تمام كده؟ الفريقين يسلموا والفريق أحد أخير الفريق الأخير فقط هيسلم مع الإمام فريق هيبدأ مع الإمام ثم يفارقه ويذهب للحراسة وفريق يلحق بالإمام ثم يكمل صلاته ثم يسلم مع الإمام تمام كده؟ طيب تأتي الفرقة الأولى فتقتدي بالإمام وإن بغن يطيل قيامه في الركعة الثانية رئيس ما تلحق به هذه الفرقة فيصلي بها الإمام الركعة الثانية التي هي الأولى في حقهم فإذا جلس للتشاهد قاموا فأتموا الرقعة الثانية ثم يلحقوا به ولا يزالوا في التشاهد في يسلموا بهم وهذه الكيفية هي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع طيب إذن دي الحالة الأولى طيب الحالة الثانية عندما يلتحم القتال مع العدو عندما يلتحق القتال مع الإي عدو حد يقدر يقول لي إيه الفرق بين الحالة الأولى والثانية عدو في جهة القبلة والعدو منتشر إيه الفرق العدو في جهة القبلة نبدأ معا ونسلم معا وفي النص في تفاصيل تعلم كده؟ طيب العدو منتشر يبدأ يبدأ نصف الجيش مع الإمام وينتهي معه النصف الآخر ووضح كده علشان هنا انت محتاج حراس هنا انت محتاج حراس هنا انت وانت في الصلاة بتحرص الفرقة اللي بما بيتبيعش الإمام بتقوم بدور الإيه؟ بتقوم بدور الحراس طيب نيجي بقى لحالة الإيه التانية وهي إحنا في وقت الحرب قبل الصلاة بخمس دقايق راح نكالسين علينا ماذا نفعل؟ كيف نصلي الصلاة؟ اذا نأذن في وقت المعركة طيب وقت المعركة إذا التحم القتال المسلم بس بينو الصلاة الله أكبر ويتحرك براحة أو بيصلي هو كده بيصلي الله أكبر هو في صلاة وهو عمال يحارب ويتحرك ويلتافت هو في صلاة ولا توجد كيفية محددة للصلاة في هذه الحالة بل يصلي كل منهم على النحو الذي يستطيع راجلا أو راكبا ماشيا أو واقفا مستقبلا القبلة أو منحرفا عنها ويركع ويسجد بإيماء يعني ممكن تنوي السجد برآبتك الله أكبر شحانا ربي الأعلى كده الله أكبر وهكذا يبقى إيه؟ متستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة بالنية بس وحركات خفيفة بقدر الاستطاعة قد يكون الإيماء بالجسد إذا استطاع الواحد إذا كان مثلا في خلص الصفوف ينتظر مثلا الجرحة على سبيل المثال ده إذا استطاع والله في مسافة ممكن أركع أركع مفيش استطاع أن أركع خلاص بإيماء برضو ويبقى أي ديب يطرد فيها المسلم التقدير أنت مفت نفسك في هذه الحالة افعل ما تستطيع طيب مستقبل القبلة محرفا عنها ويركع ويسجد بإيماء أي بتحريك رأسه مشيرا للرقوع والسجود ويجعل إيماءة السجود أبلغة من إيماءات الركوع السجود أنزل من الركوع وإن أمكان اقتداء بعضهم ببعض وصالاتهم جماعة فهو أفضل فهو يصلكوا معا ازاي؟ يبدأوا مع بعض وينتهوا مع بعض بس يعني ننوي كلنا الجماعة يعني احنا مثلا إيه؟ في الميمانة كلنا الله أكبر الله أكبر يلا يا جماعة صلوا نصلي يلا الله أكبر وإحنا وفيهم بنحارب الله أكبر وعملين نتحرك وإحنا كلنا في مربع واحد يبقى إيه؟ إذا استطاعوا فهو أفضل وإن اختلفت جهاتهم يعني الإيمان بصص النحيادي والمموم بصص النحيادي ومجموعة بصص النحيادي لا إشكال في هذا وتسمى صلاة جماعة ويأخذ ثواب الجماعة ولا إشكال أيضا إن تقدم المأموم على الإيمان يعني في الصلاة العادية إن تقدم كعب المأموم على الإيمان بطلة صلاة لكن في الصلاة دية ممكن الإيمان يبقى وارب يحارب في حد زن أو في حتة المأموم متقدم لا إشكال طيب إذا إيه؟ ويعذر في هذه الحالة كثرة الحركات كثرة الحركات ونحو ذلك إلا أنه لا يُعذر في الكلام والصياح يعني أنت في صلاة يعني كده؟ ما فيش داعي للكلام ولا الصياح أنت بس إيه حارب أنت حركات لأنك مفترض أن لسانك شغال في ماذا؟ في أذكار الصلاة وراضح كده؟ إذ لا ضرورة تستدعي ذلك وإذا أصابته نجاسة شفوا عشان تعرفوا أن المسألة هنا مختلفة مختلفة يعني هو بيصلي كده حد أطعه برعه والدم نجاسة يعفى عن هذا ويكمل صلاة يكمل صلاة لا إشكال إذا أصابته نجاسة لا يعفى عنها كدم ونحوه إنه قليل الدم يعفى عنه كثيره يعني قليل الدم زي مثلا إيه؟ أصابه رشاش من دم حد دي مش مشكلة سواء في الحرب أو السلم من إذا كان قليل لا يرى بالعين مجردة أو بسيط جدا يعني إيه حاجة كده لا تزجر زي حبة الحموصة أو حاجة لكن ده واحد اتقطعت رجليه فالدم غرقه أو اتقطعت يديه فالدم غرقه وهو في الصلاة فده لا يعفى عنه صحة صلاته ووجب عليه القضاء فيما بعد ما هو رجليه اتقطع من الطبي عليه؟ احنا بنتكلم على إصابة النجاسة رجليه ايديه اه ممكن يصلي اه ممكن يصلي اه ممكن يصلي اه يعني احنا الحمد الله في حال الامت فينبغي ان احنا ايه نعدي الصلاة في مواعيدها وفي مواقيتها طيب نرجع بقى للآيات نعلق عليها كده تعليقات سريعة احنا كنا وقفنا عند ان الذين توفاهوا الملائكة مش كده وان ايه هناخدها مع ربع الذي يليه قوله تعالى ان الذين توفاهوا الملائكة ظالم انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مصدعفين في الارض يبقى الايات هنا تبدأ معانا بذكر حكم من لم يهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسمت من لم يهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قسمين قسم يستطيع الهجرة وقسم لا يجد حيلة يبقى الايات اللي معانا الان تذكر ايه حكم من لم يهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ثم قسمتهم الى قسمين قسم لم يهاجر مع الاستطاع وقسم لا يجد حيلة طيب فالآية عملت ايه هذا القسم معذور هذا القسم غير معذور طيب فيقول الله تعالى ان الذين توفاهم الملائكة الظالم انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين فارض طبعا الملائكة بتسألهم فيما كنتم يعني لماذا الملائكة تسأل عن الاعمال ما الذي جعلكم لا تؤدون واجب دينكم كما ينبغي والله كنا عايشين فرص المشركين لنخفدنا ومش ادرين احسن يضطهدون فالملائكة سألهم سؤال تاني قالوا كنا مستضعفين قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجر في هذا القسم اللي هو ايه اللي هو غير معذور اللي هو يستطيع ما عندكش عرض لانتا فالهم كده فأولئك مأواهم جهنم يعني يحاسب انبقي في ارض المشركين على تركه لأعمال الاسلام وان ارتد يحاسب على ارتداده الخوف هنا لا معنى له يعني ما ينفعش يحتج لانه الله خاف احسن يقتلوه فارتد او ما اداش الصلاوات احسن اكتشف انه بيصلي او ما ادرش يصوم احسن اكتشف انه بيصوم اه فهنا الآية بتقولوا لا عذر لك ليه لان عندك حيلة تستطيع الهجرة لماذا لا تهاجر طيب فأولئك مأواهم جهنم ومأواهم جهنم هنا هكتون بقدر تركهم فاذا ارتدوا يبقى جهنم مع الخلود طيب تركوا فرائض يبقى جهنم بقدر تركهم للفرائض ثم بعد ذلك يدخلونا الايه يدخلونا الجنة ان كانوا من اهل لا اله الا الله محمد رسول الله قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير الا المستضعفين دل ايه القسم الثاني الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى عسى الله ان يعفوا عنهم وان احرقهم قبل ذلك ان عسى من الله واجب يعني سيعفوا الله عنهم لماذا لان الله لا يكلف نفسا الا وسعه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمار قال له هلكت يا رسول الله لماذا قال ايه سببتك يا رسول الله فربنا انزل عليه ايه الا من اكره وقلبه مطمئنن باليمان فكأنهم في حالة اكراه كأنهم في حالة ماذا في حالة الاكراه فاذا وصل الموضوع لحالة الاكراه فعسى الله ان يعفوا عنهم وكان الله عفوا وغفورا ثم تتحدث الريات بعد ذلك عن حكم من هاجر ومات في الطريق لكن الايات بتفصل احكام الايه احكام الهجرة حكم من هاجر ومات في الطريق فيقول الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا الجزء ذا بيحس على الهجرة يعني كأن هذا الجزء هذا السطر بيخاطب من لم يهاجر يقول له ما تخافش على اموالك ربنا هيعوضك ما تخافش على اولادك ربنا هيحميهم وهكذا فربنا كأنه يحس يحس على ماذا على الهجرة فيقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما ايه مراغما كلمة مراغما جاية من رغم انف يعني سيجد ما يرغم انف عدوه سيجد ما يغيظ عدوه طب هو عدوه عمل في ايه طرد من بيته خد امواله مش كده اه فربنا كأنه يقول هيعوضك بحيث يغطاز عدوه على انك بسرعة رئيت بيت تسكن فيه بسرعة ربنا عوضك وعملك تجارة زي ما حصل بالضبط مع الصحابة الذين هاجروا الصحابة خرجوا من مكة معهم شي حاجة خالص سنوات معدودة وكانوا اغنية وربنا فتح عليهم وعملوا بيوت وتزوجوا والدنيا مشت معها يبقى مراغما يعني يجد من الله عز وجل اكراما يرغم انف عدوه الذي اخرجه ويغيظ عدوه الذي اخرجه يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه يعني شوفوا الفض كلها مراغما ثم وصفه بانه كثير ثم عطف عليه وسعه يعني ايه كارم ربناه باكبير اوي لمن يخرج في سبيل الله ثم تتحدث بعد ذلك الاية عن حكم ايه من يدركه الموت وقت الهجرة فيقول من يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فهو في ذمة الله فقد وقع اجره على الله يعني هيخذ اجره كامل ان شاء الله لانه العمل بالنية انما الاعمال بالنيات وانما لكل مرئ ما نوى فقد وقع اجره على الله وكان الله غفور الرحيم واذا ضربتهم في الارض بعد ذلك تدخل الايات في ماذا في حكم صلاة المسافر طيب او تشريع ايه قصر الصلاة واذا ضربتهم في الارض فليس عليكم جناحا انت قصروا من الصلاة ان خفتم ان يبتنكم الذين كفوا طيب اشمعنا ايات السفر هنا بالذات في وسط هذه الايات التي تحدث عن الهجرة لانه كان موقف عام او الموقف عام يتعرض له المسلمين هم يخرجوا من مكة الى المدينة ومسافة ممكن مدينة كبيرة حوالي 300 كيلو 300 كيلو وبعدين انت ماشي بالجمال ولا بالحصنة يعني مسافات وتعب فاكيد هي ازن عليك اوقات كثيرة فالله عز وجل شرع صلاة المسافر لوجود الايه المناسبة اللي هي الهجرة واضح كده فلذلك جاءت ايات السفر ايه ايات السفر في هذا الايه في هذا السياق واذا ضربتهم في الارض فليس عليكم جناحا انت قصروا من الصلاة انخفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا طيب انخفتم ان يفتنكم الذين كفروا ده مش قيد انه ممكن حد يفهم يقولك ايه ربنا شرع قصر الصلاة فقط في حالة الخوف من الكفار لكن حضرتك ينبغي انك عندما تفهم مسألة تريد ان تفهم مسألة ينبغي انك تعمل ايه تشوف تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه المسألة ينفعش تكتفي فقط بهذه الايه السنة شارحة للقرآن ومبينة للقرآن ونزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليه تمام فما ينفعش حالص اننا نقول السنة ملهاش لازمة الناس اللي يجوا في التلفزيون يقولك السنة ملهاش لازمة وكلام ده دول ناس اهل ضلال دول فهتفهم الايه ازاي بقى الا من خلال تطبيقات رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة لم تقصر مشروعية صيات الخوف على ماذا على الخوف الفتنة من الكفار تمام كده فاذا حتى ان في بعض الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا عن هذه الاية قالا اكل يا رسول الله الله يعشر يقول ان خي disabilities والان قَالِنَّا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه فاخبلوا من الله رخصته او كما قال صلى الله عليه وسلم فاذا النبي صلى الله عليه وسلم ايه عمم فصار هذا الجزء من الاية الى هو ان خيتم ان يفتناكم ه reconstruction Porque ومن باب اولى يعني انت لك الرخصة ومن باب او لا اذا خفت ثم تبدأ بعد ذلك الايات في الحديث عن ماذا عن صلاة الخوف حكم صلاة الخوف وقسم نحن صلاة الخوف الى ماذا الى قسمين في حال الحراسة وفي حال الحرب قلنا في حال الحراسة في عندنا كيفيتين العدو في جهة القبلة وهنا العدو نحن في جهة القبلة وشرحنا تمام كده نحظوا هنا تسلسل الايات يخوان الايات تتحدث عن بعض احكام الهجرة لما هنهاجر يبقى فيه سفر فكيف نصلي فتنزل فتوضح الايات ماذا حكم صلاة السفر تمام كده مع صلاة السفر او كذا في مناسبة لذكر صلاة اخرى لها احكام خاصة اخرى كصلاة السفر تخرج عن الصلاة المعتادة هي صلاة الايه صلاة الخوف كأن الايات ايضا فيها اشارة الى ان بعد الهجرة هتضطر الى الجهاد الذي يستدعي ماذا استخدام هذه الرخصة التي تفضل الله عز وجل بها عليكم طيب فيقول الله عز وجل واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا تجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى من يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفرون عن اسلحتكم عايز بقى حضرتكم تقولوه الحالة دي اي واحدة في الحالة دي كلها اي حالة فيهم الحالة الاولى اللي هي في حال الحراسة والعدو في جهة القبلة احسنت وليأخذوا حذرهم واسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفرون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة يبقى ربنا سبحانه وتعالى شرع الصلاة بهذه الكيفية لماذا حتى لا ندعى المشركين فرصة كي يميلوا علينا فيهزموننا ولا جناح عليكم إن كان بكم اذن ده كلام تاني يبقى اذن ايه يبقى اذن هذه الآية تتحدث عن فقط الحالة ايه طبقيت الحالات جبناها منين جبناها من السنة النبوية يبقى اذن الحالة دي في السنة النبوية الحالة دي في السنة النبوية دي كلها افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم واصلها فين واصلها موجود في هذه في هذه الآية طيب من خلال الكيفيات اللي احنا قلناها فالآية دي بتوصف اول كيفية فقط يعني هي بيانت ازاي اول كيفية انت عرفت اول كيفية ولا ما عرفتهاش من خلال الكيفية اللي وصفتها الآية يعني ايه بيانت ايه اول كيفية ان هما انقسموا الى طائفتين ثم الايات قالت ثم فاذا تجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك فهي بتصف الحالة مع الامام نعم صلاة كاملة واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا تجدوا فليكونوا من ورائكم فليكونوا من ورائكم فليكونوا من ورائكم نعم سيف زمان كانت ايه يعني ممكن يصل وزنه تلاتين كيلو مثلا تلاتين كيلو سيف زمان حدثت يعمل كده برحواطع رعب البني ادم انت انفكروا الصفحة في جوفة تليفزيون دوت لا ده سلاح حقيقي فالاسلحة ثقيلة مش حاجة ايه مش حاجة سهلة وممكن يبقى فيه خوزة كمان وممكن يبقى فيه درع فشغلانة فاذا كانت الاسلحة ثقيلة الله عز وجل رخص ان ايه توضع في حال الامن وربنا رخص في حال المرض ايضا يعني كده ولا جناح عليكم ان كان بكم اذا من مطر ان كنتم مرضى انتبعوا اسلحتكم يعني ليس واجبا من واجبات الصلاة ان تصلوا بالسلاح يعني ده المعنى ده ايه ده المعنى انه فيه رخصة لترك السلاح على الارض اثناء الصلاة واخذوا حذركم يعني في كل الاحوال سواء السلاح معاك او السلاح مش معاك لذا انتبع ايه في حال انتباه ان الله اعد الكافرين عذابا مهينة فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا ربنا سبحانه وتعالى اكد في القرآن في اكثر الموطن على اهمية الذكش اه في ايات كثيرة جدا هنا ربنا بيقول انه بعد انتهاء الصلاة اثناء المعركة هنعمل ايه يبقى لسناء يشتغل بماذا بذكر الله الله عز وجل قل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله وهذه الايبة تؤكد نفس المعنى فيقول الله تعالى فاذا قضيتم الصلاة لا تغفروا عن الله اذكروا الله ايضا فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا فمأننتم انتهت حالة الحرب فاقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا يعني انتهت الحرب ترجع الصلاة الى الطريقة المعتادة التي اعتدناها جميعا معنى ذلك النيدي رخصة في حالة محددة لا تتعدى هذه الحالة ثم بعد ذلك الايات تحثوا الايات على اهمية الذكر نقف هنا ونبدأ المرة القادمة ان شاء الله تعالى بقراءة الجزء الخاص ب انزلنا ليك الكتاب لا لسه في اية نعم لسه في اية قال ولا تهنوا في بتغاء القوم ولا تهنوا في بتغاء القوم يعني لا تضعفوا في طلب الاعداء يعني كونوا اشداء وقت المعركة كونوا اقوياء في الاستعداد بالحرب يعني خطاب المسلمين ان لا يعتمدوا فقط على نصرة الله لهم او ان لا يعتمدوا على انهم مؤمنين او ان لا يعتمدوا على ان الله سينصرهم لا وانما هذه الاية ايه تأمروا بالاخذ لماذا بالاسباب ولا تهنوا في بتغاء القوم ان تكونوا تألمون هذه الجملة فيها بشرة ان سيحصل لكم الم اما تقتيل تشريد بعضكم سيجرح بعضكم سيموت بعض اولاده او اقرباءه او اعمامه او اخواله فتألم نفسي لا شك الله عز الزل يطمئن ويقول ان تكونوا تألمون ان حدث معكم ذلك فان اعداءكم حدث لهم مثل ذلك ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون لكن انتم افضل لماذا لانكم ترجون من الله ما لا يرجون يعني انتم الالم بتاعكم له مقابل في تعويض في الآخرة هم ألم في الدنيا وعذاب في الآخرة وكان الله عليما حكيما يبع اذن الآية هنا ماذا تطلب من المؤمنين الاستعداد وتبشرهم نبدأ المرة القادمة ان شاء الله اول ان انزلنا اليك الكتابة بالحق لتحكمها للناس ما اراك الله لا تاكل خائلنا خصيمة واستغفر الله ثم ندخل بعد ذلك في الرضع اللي ليه ان شاء الله تعالى اي سؤال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد بالله اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان شاء الله 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 اشتركوا في القناة